السلام عليكم وجرعان ازايكم عاملين ايه معاكم يوسف ابراهيم وفيديو جديد فيديو النهاردة ان شاء الله زي ما انت شايفين هنستخدم الموبايل بس ومن الوجه اللي قدامنا دي فاحنا كده عارفنا احنا شرح النهاردة عن ايه شرح النهاردة عن ازاي نستخدم برنامج الورد في اننا نكتب البحث الجميعي كامل من على الورد طيب انت بكل وساطة كل اللي محتاجه انك هتدخل هتحمل النموذج بتاع البحث بتاعك وازاي عارفنا قبل كده ان انا نحمل نموذج البحث بتاعنا هتلاقوا الفيديو في اخر الفيديو ده هتلاقوا اني سايب لكم فيديو خاص بالموضوع بتاع ازاي نكتب او نحمل نموذج البحث الخاص بنا ماشي بس مهم تابعوا الفيديو ده لاول للاخر وركزوا في كل نقطة بقولها طيب خليني بس بداياتا امدوا ما نبدأ لو انت قلت مرة تفراج عليها يا رجل لو تنزل تشترك في القناة وفعل الجرس وتاكن انك عاملوا كل الاشعارات عشان يوصل لك كل جديد وقاريت تعمل للفيديو من دلوقت لصحابك علشان يتفرجوا على الفيديو معاك شايروا على شايروا على الفيس زي ما تحب طيب بعد ما هنحمل البرنامج ونفتحه ماشي هيكون ظهر لنا بالشكل ده ولكن صفحة دي هتكون كلها فاضية طيب احنا كل اللي عنينا ان احنا هنضغط على كلمة تمام بعد كده هيجبنا للصفحة دي هنضغط على او هذا الجهاز بعد كده او التحملات بعد كده هتختار القالب اللي انت محمله طبعا القالب بيكون مكتوب عبارة عن ارقام كده اللي هو مثلا يعني ده كده قالب مكتوب خمسة وتلاتين عشرين عشرين تلاتة وعشرين مش عارف ايه كده طب انا هعرف القالب ازاي انت لما بتحمل القالب بيكون موجود لك هنا في الاشعارات الاسم بتاعه وبرضو دوت دوك او دوت دوكس تمام طيب احنا بكل بساطة هندخل مسلا على القالب ده هنقل لهم نفس القالب بس انا هعمل منه اكتر من نسخة المهم طيب ده قالب جاهز للتعديل هنرجع نشوف واحد تاني مش جاهز خلونا نشوف ده مسلا ثواني انا اعمل رجوع طيب هيظهر لنا القالب بالشكل ده بعد ما نفتحه علشان نكتب عليه طبعا لو جنا نكتب نضغط مفيش وكل اللي بتعمله ان هو بيقول لك سمارت لك او بحث زاكي او سلكت اول مفيش حاجة تاني طبعا انا عايز اكتب يا عمي مفيش حتى القالم اللي انا بضغط عليه علشان اعمل تعديل اللي هو جنب ايكونت السرشي ده مش موجود وكل ده لان الملف للكراءة فقط للكراءة فقط معناه انك ما ينفعش انك تعدل في القالب انت بس شوفوا كده تتفرج عليه مش اكتر طيب علشان تكتب عليه بقى كل الكلام ده انت كل اللي عليك انا قتضغط على read only وتضغط على upgrade اكوبي بعد كده هيحاولك للصفحة دي هتختار this device بعد كده هتختار الفولدر اللي انت عايزه مثلا انا هختاره هنا في وهاقول له save طيب تمام كده الالم ظهر لنا اهو وكل حاجة تمام هنيجي هنا على اول حاجة وهي اسم المقرر انا عاوز امسح اسم النقط دي وقت ما كانها فهضغط على النقط خلونا بس الاول نضغط كده وبعد نعمل بعد كده هضغط على النقط ضغطين او خلونا بس نطلق الاول على النقط تمام هتضغط ضغطين على النقط او ضغطة مطولة بس او مشكلة ان انا لازم اعمل زون عشان انت عارف هون الناس اللي بتواجه بمشكلة ان فعلا يعني الورد رخم فهنبدأ نضغط ضغطة مطولة نعمل دي ليت ضغطة مطولة وتعمل دي ليت علشان يعمل لك على النقط كلها اللي موجودة في الفيريم ده اسم المكرر مسلا انا عندي مكرر اسمه حضارة اسلامية فهكتب حضارة اسلامية تمام طيب بعد كده عندي عنوان البحث نفس الكلام هتغط ضغط هنا كده ماشي واعمل احنا الاول هنمسك الاسلوب الموضوع كالاتي اول حاجة هنعملها لدي احنا ازاي نمسح النقط ونكتب البيانات بتاعتنا ونكتب المحتاج بتاعنا المحتاج بتاع البحث تاني حاجة وهي ازاي اننا نعمل بقى صياغة للكلام ومثلا نعمل قايمة مترقمة او قايمة مناقطة او مثلا اننا نكبر الخط نصغر الخط نعمل الحاجات اللي هوم طالبينها مننا زي مثلا المسافة بين السطور وكل الكلام ده هنشوفه مع بعض بس نركز في كل خطوة بس واحدة واحدة طيب هنيجي هنا هنمسح ماشي ونعمل بردوس الليكتو قول ونمسح ماشي ونيجي بقى علشان نكتب بس ثواني تمام عهو انواة البحث الكلية بتكون مخيارك بين ثلاث مواضيع بحث انت بتختار واحد منه فكل بساطة مسلا اخترت اول موضوع عليكم مسلا بتكلم عن العلم في الحضارة الاسلامية في الحضارة الاسلامية مثلا يعني طيب بعد كده احنا لسه مش هنسنتر الكلام ده ولا اي حاجة هنسيبه كله دلوقتي ويخلص سياغة كلها مرة هنيجي بقى لاسم الطالب خلاص احنا تعودنا هنضغط على الفريم ده ونضغط على التكست وبعد كده هنيجي على اسم الطالب نضغط ضغطتين على النقط ونكتب اسمنا يوسف ابراهيم محمد علي اكتب الاسم بتاعك زي ما هو موجود في الكرنب بالزبط الرقم القامل هتكتب رقم القامل اللي هو لو انت مولد الفين فبيكون بداته تلات تلاف لو الفين واحد تلاتة تلتمية وواحد وهكذا ماشي طيب بسم الله الرحمن الرحيم بعد كده عندنا الرقم الاكاديمي وده اللي اغلبنا يعني بيكون فاول الكرني بتاعه مية وستين وبعد كده بقى الارقام اللي هو كود الطالب اللي موجود على الكرنيه ولو انت في عام اولى فان احنا برضو شرحنا ازاي تجيب الكوود بتاعك ولو انت في اي عام من السنين ومعاك كرنيه قديم يعني مثلا لو انت معاك كرنيه سنة تانية او معاك كرنيه سنة اولى وانت't another فالكرنيه بتاعك هو الكود الاكاديمي بتاعك او الرقم الاكاديمي بتاعك هو هو اللي في الكرنيه بتاعه سنة اولى تمام ولو الكرنيه بتاعك ضايع فاحنا شرحنا الموضوع ده وماشي وهتتعامل كأنك من سنة اولى وهتعرف ازاي تجيب الكود بتاعك برضو هتلاقي كل الكلام ده موجود في اسمها كل ما يخص الطلاب موجودة هنا على القناة وبرضو هسيب لكم هسيبها لكم في اخر الفيديو المهم بعد كده المستقى الدراسي وهو الفرقة بتاعتك ماشي انت فسنة كامية يعني فانا فرقة تانية فهكتب الفرقة الثانية بعد كده عندنا القسم العلمي القسم العلمي هنكتب هنا مسلا القسم بتاعك ده مش مسلا ده اكيد عفل هتكتب هنا القسم بتاعك فانا مسلا قسم لغات شرقية فهكتب اللغات الشرقية بعد كده عندنا الشعبة الشعبة هتكتب الشعبة بتاعتك طيب لو وانا سنة اولى لو انت سنة اولى فاننا قبل كده انك بس تمسح النقط وتسيبها فضية او ممكن تسيب النقطة عالية مثلا انت عاوز ترجع خطوة الوراء ماشي فكل العليقة تضغط على السهم اللي فوق ده اللي كان فوق الاسميل وتضغط على علامة الباك بس كده الرجع تاني هو وكله تمام طيب ماشي احنا ممكن نمسحه نمسح النقطة ونسيبها فضية عالية طب خلصنا هنقوم ضغطين بس برا الفريم يعني مسلا هو شايف انت النقطة اللي في الجنب دي هنضغط بس كده خلاص كده احنا ايه صغرنا الشاشة هننزل بقى تحت هنيجي على المقدمة المقدمة بتاعتنا زي ما احنا شايفين في سطور احنا عايزين نكتب كلام بدل السطور ده هو بس احطط لك السطور دي عشان تاخد مساحة مش اكتر طيب انا بكل بساطة هاضغط هنا كده تمام هتضغط ضغطين بس على السطور ضغطين بس ايه قم احدد لك السطور هنضغط على الضغطتين على السطر اللي فوق ده ونمسح بقى ضغطتين 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 هنبدأ بقى نمسح ونخلي في مسافة سطر واحد كده تمام ماشي وبعدين هنبدأ نكتب الكلام بتاعنا يعني مسلا خلونا نكتب كده قاليكم مسلا بسم الله الرحمن الرحيم قاليكم مسلا دي كده مقدمة يعني دي مسلا دي بتاع الشغل خلونا بس نتسبها كده كمحتوى للمقدمة هنجي بعد كده هنا لمحتوى البحث محتوى البحث مطلوب منك في خمس صفحات ونشوف ازاي دلوقتي نحسب عدد الصفحات وكل الكلام ده بالطريقة تفح جدا زي ما بيقولوا ضغطتين ودليت ضغطتين ودليت لو انت على ما نخلص بس دليت لو انت قال ما تفرج علي يا ري دلوقتي تنزل تشترك في القناة وفعل الجرس انك عملوا كل الاشارات علشان كل فيديو بننزله يوصلك ويا ريت تشار الفيديوهات على قد ما تقدر لاصحابك علشان انت وهم يستفيدوا وغيرك كمان يستفيد من اصحابهم فنكمل مع بعض كده ضغطتين ودليت كده خلصنا ضغطتين ودليت بتوع محتوى البحث هنجي هنا كده ونبدأ نبحث نمسح اصد عفوا طيب لو نلاحظ الفريم اللي احنا الفريم اللي هو بتاع كلمة محتوى البحث بعض والتوصيات كذلك فكل بساطة لو انت عملت غلطة تضغط بس على السهم وتضغط على السهم اللي هو برجع الوردة السهم الاولي اللي انا اصد عليه اللي هو اللي فوق الاسمائل ضغطة كده وضغطة كده ترجع باك كده تكمل عادي كمام هنكتب هنا محتوى البحث واني اقوم مسلا بسم الله الرحمن الرحيم واني اقوم مسلا الشرح ده كده هيكون هو محتوى البحث طيب بعد كده عندنا التوصيات التوصيات انا سابق وقلت ان التوصيات دي بتكون عبارة عن اه زتونة الموضوع اللي انت تكلمت عنه هي اه ممكن تكون زتونة بس في كلام تاني في ناس تانية بتقول من الجامعة او من الكلية من عندنا بمعنى صح بيقولوا ان التوصيات دي مسلا لو انت بتتناقش او الموضوع بتاع الموضوع البحث بتاعك بيناقش مشكلة فانت ايه اقتراحاتك ماشي لحل المشكلة دي مسلا او الكلام ده يعني فانت بكل بساطة هتبدأ هتبدأ تبحث بسم الله الرحمن الرحيم هتبدأ تمسح النقط دي كده تمام على فكرة دي تاني مرة تصور الفيديو صورته قبل كده وبس مسحته ماشي كان فيه شوية غلطات فتصوره لكم تاني فيارب بقى ايه سبسكرايب حل المهم بالنسبة بقى للتوصيات فاحنا قلنا فمسلا نحط المسج اللي هي بتاعت الشغل كأنها ايه التوصيات طيب بعد كده ثواني بعد كده عندنا ايه تاني بعد كده عندنا المصادر والمراجع ودي تعتبر اخر حال طيب المصادر والمراجع بتاعتنا هنمسح بس النقط الاول وهنقول بقى ازاي نكتب المصادر والمراجع طيب علشان كتابة المصادر والمراجع هنستخدم فيها التنسيق فاحنا هنبدأ بقى نشتغل تنسيق تنسيق الكلام طيب اول حاجة مثلا اسم المكرر هعمل ايدي التكست يعني الفونت كده مش عاجبني انا مثلا عايز اخلى حضارة اسلامية بفونت عريض شوية فقول اللي عليها ان انا بحد عليها وبضغط على الحرف البي اللي فوق الاسميل الغريبة دي او اللي هو جنب الاي الميلة بس وبضغط على الحرف البي زي ما انتو شايفين اتحول لخط عريض تمام وكده بقى شكله اشيك شوية تمام بعد كده نفس الكلام هنا انا مثلا عاوز اخلي اللي هو عنوان البحث عريض وفي نفس الوقت يكون في النص فاول حاجة بضغط على حرف البي تاني حاجة بسحب الشريط ده كده تمام طيب ملقتش مثلا هنا الحاجة اللي بتسنتر الكلام فكله بساطة بضغط على السهم ده ماشي وبضغط هنا كده وبختار هوم هو بعض الاوقات هيفتح لك على هوم على طول فانا ببدأ انزل تحت كده ماشي وبضغط على العلامة دي علشان يخليلي الكلام في النص طيب مثلا انا حبيت اغير نوع الخط ماشي بتضغط هنا وبتختار الخط اللي الكلية اي له لك ماشي بس حوار الخط ده هنتكلم عنه في محتوى البحث علشان نتكلم عنه بعناية شوية طيب بالنسبة الاسم الطالب فاحنا لا مش هنعدل فيه ماشي بس احنا كده عارفنا ازاي بنخلي الكلام في النص وازاي بنكبر الخط ونعمله بولد وازاي لوه بولد نخليه بسم الله الرحمن الرحيم نخليه عادي فهنبدأ ننزل على المقدمة زي ما انت شايفين هنا كده مثلا حضرتك احنا بنساعدك بنساعدك دي تحتها خط احمر هنا بيقولك مثلا الخط الاحمر ده معناه ان فيه هنا خطأ املائي ماشي فهو بيعرفك على الكمبيوتر انت بتقدر انك تعدل الخطأ الاملاقي ده بيقدم لك وقت رحالة بس هنا هو بيقولك فيه خطأ املائي يعني احنا حتى لو حددنا عليه كده تمام موجودة في فان انا اياه ماشي اه نساعدك بساعدك كلام ده فمسلا لو ضغطت كده تمام ماشي لو مسلا الكلمة اللي انت كتبها انت متأكد ان الصغل املاقي بتاعتها صح ماشي واه برضو جايب لك غلط فانت بكل بساطة هتضغط على زائد بتكتب دي او تعمل اي حاجة تمام ماشي المهم مسلا الخط الكلام هنا لو شفنا خلينا كده نقرب كمان لو لو نلاقي كده مفيش فاصل بين كلمة حضرتك او بين السطر الاولاني وبين الفريم اللي فوق ده طب ازاي يعمل انا الفاصل ده انت بكل بساطة كل اللي عليك انا هتيجي على الهوم دي تمام وهتفضل تنزل كده لحد ما هتلاقي باراجراف فورماتينج تمام هتضغط عليها بعد كده ماشي اول حاجة احنا عندنا اه هتقوم عامل انت اد سبيس اه بفور باراجراف طيب بعد كده علشان نتأكد من اللي سبيس بتاعتنا اللي سبيس واحد سبيس اه واحد سنتي واحنا المطلوب مننا ان اللي سبيس يكون سنتي ونصف فانت بكل بساطة هتيجي هنا تقوم واختاره سنتي ونصف بس من غير ما تعمل سليكتو اول هو بيقسمها مع نفسه هو تمام يعني حتى لو جينا كده نشوف محتوى البحث تمام انت بس كله عليك انك بتضغط على الفقرة وهو بيقسمها لك الواحد طب انا عايز بقى اطبق اللاين سبيسينج ده على كله فقوم عمل سليكتو اول كده واقوم جاي هنا باراجراف فورماتينج لاين سبيسينج واقوم عامل سنتي ونصف بس كده باشي بعد كده تضغط اي ضغط علشان التحديد يتلغي ونقوم مصغرين بقى شوية السكرينج وننزل تاني على المقدمة بتاعتنا طيب احنا كده خلصنا المقدمة مثلا المقدمة هو ايل بقى نستخدم خط معين انت من اول المقدمة انت بتطبق الشروب بتاعته تمام طيب اه هو مثلا ايل هنا في المقدمة احنا نستخدم خط معين مثلا لو ايل المقدمة بس او لو ايل الكلام كله عن متن محتوى البحث فنوع الخط اللي انت هتستخدمه علشان تحدد نوع الخط انت بتحدى على الكلام اللي انت عايزه وبعدين بتختار هنا في الهوم بتلاقي مكتوب عندك هنا اسم الخط فبتبدأ انت اتظهر على الاسم احنا مثلا اه كلية ايلة اه تايمز نيورومان ده الخط اللي احنا نستخدمه فهاجي هنا تطرق تايمز نيورومان طيب هم قالين كمان ان الحجم بتاع الخط الكلام العادي يكون اربعتاشر بكسل اما حجم العنوين فتكون ستاشر فده كلام عادي فهضغط على الرقم كده واجي هنا اختار اربعتاشر تمام هاجي هنا برضو نفس الكلام نعدل عليه كله كده نحدده ونضغط هنا كده ونختار اربعتاشر طيب كده احنا خلصنا الجزئية دي نيجي هنا نفس الكلام فيه كلام موجود في اه مفيش فاصل فوق دي فبدل ما احدد بس هضغط ضغط واحدة بس وده المحدد عليها هضغط ضغط واحدة بس عليها كده واقوم نازل على اه براجراف فورماتينج وهنجي هنا واقوم عامل ارس بيس بفور براجراف طيب احنا كده خلصنا الجزء دي نيجي بقى لتاني حاجة وهي مسلا الترقيم مسلا انت عندك هتكتب العناصر تمام فانت طبعا تقوم كاتب العناصر ماشي عايز مسلا تعمل جنبها ايكونة تقوله ان دي العناصر اصلا كلمة العناصر هتكتب في سطر الوحدة عامتا فمسلا انت عايز تعمل بقى ايه اللي هو نظام ترقيم بقى او ترتيب فهتيجي هنا وهتقوم جاي ضغط على دي كده ماشي حبيت تغيري الشكل فهتقوم ضغط هنا كده وهتيجي هنا على وهتختار الشكل بتاعك ومسلا انا هختار الشكل ده بعد كده هكتب كلمة العناصر وبعد النقطتين وشرطه طيب بعد كده انا بقى مش عايز الشكل من هنا كده يكون نقط فهي ضغط على ارقام طب لو تلاحظوا لما ضغط على ارقام اما حول لي الشكل اللي فوق طب انا عايز يحول لي بس الشكل اللي تحت يكون هو ارقام لكن اللي فوق تفضل النجمة اللي احنا كنا عملنا اللي هي دي لو خلونا كده نرجع اللي هي دي فبكل بساطة بقوم بس جاي هنا كده ناشي كده اي حاجة ان شاء الله لو حرف واحد وبقوم محدد عليه عفوا بقوم جاي محدد على الخط ده وبقوم كاتب ضغط كده وبيبدأ يرقم لي من اوله ده الطريقة العادية جدا ببدأ اكتب العناصر بتاعتي زي ما انا عاوز فهاجي هنا مسلا اقوم كاتب اول مسلا ده لعنصر رقم واحد ده اتنين ده تلاتة وهكذا طيب بعد ما خلصت العناصر بتاعتي تمام هبدأ بقى هنا في البحث اتكلم عن العناصر بتاعتي عنصر عنصر تمام فاحنا كده عرفنا برضو في محتوى البحث ازاي تعدل نوع الخط بتاعك اللي هو يعني لو جينا هنشوف هنلاقي مكتوب ولكن حجم الخط مش هو اللي مطلوب حجم الخط مش هو اللي مطلوب يعني هو هنا اتناشر احنا اللي مطلوب من هنا اربعتاشر فهنحدد على الكلام ده كله كده وهننزل للاخر خالص لا نطلع تاني شوية لحد ما نخلص محتوى البحث بس تمام وهنقوم ضغطين على الرقم ده ونيجي هنا نعمله اربعتاشر تمام بعد كده بعد كده احنا خلاص خلصنا لو الخط مش مزبوط فبتحدد على الكلام وتعمله طيب كده احنا خلصنا الخطوة دي بعد كده التوصية نفس الكلام هنيجي هنا نضغط كده ونعمل نروح على براجراف فورماتينج ونعمل ادس بيس بفور براجراف طيب نيجي بقى لاخر حاجة وهي المراجع اللي انا قلتلكم ان لها علاقة بحوار التنسيق لا علاقة بحوار التنسيق ليه فمسلا انا هنا هاجي على دي كده دي فقرة انا مسلا جايبها من الكتاب الجميعي او جايبها من مكان تاني فبس هاجي في اخرها كده وقوم فاتح قوس ومسميها مسلا رقم واحد بعد كده دي فقرة تانية جايبها من نفس الكلام فمن نفس الكتاب اقصد فحاجي كده اقوم جاي مساميها رقم اتنين عفوا القوس العكس اتنين حاجة هنا في البحس مسلا اقوم جاي في المصادر اقصد اقوم جاي ضغط الاول عامل ادس بيس بقى خلاص تعاودنا على الحوار ده نعمل ادس بيس بعد كده هاجي هنا اضغط علشان اعمل ترقيم ماشي من غير ما تعمل جدول وتتعب نفسك خالص لان شغل الجدول على الموبايل بيقرف شوية بس هتبدأ ترقم طيب اول حاجة احنا عندنا هنا مسلا احنا قلنا اول حاجة دي مسلا من الكتاب طيب هقوم جاي هنا كاتب واحد اه الكتاب الجامعي وما فيش مشكلة لو قم تكاتب شرطة كده وقم تعامل مسلا اسم الكتاب ماشي او قم تكاتب صاد كذا على طول يعني مسلا انا ام اعمل صاد ماشي او خلينا كده صاد مسلا ستاشر مسافة ستاشر بس كده بقى انت كده قلتونه ان المعلومة اللي انت جايبها دي جايبها من الكتاب بتاع الدكتور المادة صفحة ستاشر طيب الحاجة التانية مسلا لو انت جايب المعلومة اللي احنا كتبنا جنبها رقم اتنين دي ولا يقول ان اللينك ده معلومة وانت جايبها مسلا من على ويكي باديا فانا بيقول لك المصادر والمراجعة الكتاب بتاع الدكتور ده مرجعة اللينك او المعلومة اللي انت جايبها من على اللينك من على مثلا ويكي باديا ويكي باديا دي منصة مصادر زيها زي موضوع زي سطور زي معرفة زي كل الكلام ده تمام فانت هتيجي هنا هتقوم كاتب مسلا ويكي باديا كده وتقوم عامل شرطة برضو وفيش مشكلة وتقوم حطة اللينك او تقوم كاتب ويكي باديا بس عادي ماشي طيب احنا الوقت خلصنا البحث بتاعنا وجيه اخر حاجة اللي هو الحفظ انت اول حاجة هتقوم عاملها هتقوم ضغط على السيف اللي هو العالمة الصح بعد كده هتضغط على الثلاث نقط دول ماشي وزي ما احنا شايفين موجود هنا شير اس بي دي اف طبعا كلها يقوم رايح على شير اس بي دي اف طب هو كويس بس خلونا كده نضغط على شير اس بي دي اف تمام طيب ها بيقول آآ الانترنت فاصل خلونا نشغل النت ثواني على ما الرسالة تمام انا كنت بس وقفت التصوير على ما الرسالة والاشعارات بس كلها تحمل علشان ايه ما يحصلش لغوشة المهم هنضغط هنا كده تمام ونعمل شير اس بي دي اف جاتينج فايل رادي تمام مستنى سباني طيب هو هنا بيقول لنا بقى ايه هو بيخيرنا بين ابليكشنات معينة نبعثها طيب مسلا انا مش عايزه كده يعني هو انا كده لازم ابعثه لحد فانا كده مسلا لازم يكون عندي رقم تاني او اي حاجة ابعثه عليها طيب انت بكل بساطة انت ممكن تحوله انت ممكن تحول تحفظ الملف بصيغة الورة تاعتي جدا وتقوم محوله لبي دي اف طيب وفي تركاية تانية لا لسه هجربها معكم الوقتي لو نفعت فانت مش هتحتاج تحول البي دي اف وهتحول البي دي اف الواحده هو بتسير المهم هنضغط على التلات نقطة تانية ونعمل ماشي هاو موجود هنا دكس تمام هي تركاية ماجتش بس خلونا كده نعمل رجوع ونضغط على الشير الشير از اتشمنت بي دي اف استنى ثواني تمام نفس الكلام طيب يبقى كده تركاية اللي في دماغي ماجتش ماشي هو عندنا على البرنامج على الكمبيوتر بنعمل مسلا اكسبورت وبيجيلنا ان احنا نحفظه بدي اف على طول المهم انت ضغط على هنا وتعمل سيف از وتختار المكان اللي انت هتحفظه فيه اتقوم عامل زيز ديفايس وتختار المكان عادي جدا فمسلا اضغط انا على على دي كومنتس تمام وهكتب مسلا ان ده البحث تمام وهعمل سيف انا كده خلصت اول خطوة نروح بقى لتاني خطوة وهو ازاي بقى نحاول البحث ده بي دي اف طيب علشان تحاول البحث ده بي دي اف انا شرحته قبل كده في فيديو تاني بس هقوله هنا سريعا هنقفل بقى كده الورد احنا خلاص ما عدناش محتاجينه وهنفتح جوجل كروم بعد كده هنيجي هنا وهنكتب اللينك بتاعنا اللي هو هنكتب بس سمول بي دي اف انا عاماتها ما نكون سايف لكم اللينك طيب بعد كده هنيجي هنا وهنضغط على بعد كده هنضغط على كلمة وبعد كده هنضغط هنا كده هنيجي هنا كده مسلا نشوف مفيش فهنقوم ضغطينا على اول حاجة دي وبعدين اللي روح لفولدر اسمه اللي احنا حفظنا الملفات عليه اهو دكس اهو تمام تمام هنبنى دور هنا اهو ملف البحث هنضغط عليه وهنستنى ثواني هو هنا دلوقتي بيعمله ابلودنج هنستنى مع بعض ثواني طبعا بعتذر لو الفيديو تأخر بس طبعا الفيديو ده مهم لاي حد وياريت تركزوا في ولو اي حد ما فيمش حاجة يرجع الفيديو تاني قبل ما يسأل يعني رجع الفيديو تاني قبل ما تسأل لان صراحة انا قيل في البحث كل حاجة قيل في الفيديو قصد كل حاجة تخصك في تريكات تانية وفي حاجة كثيرة بتحصل بالورد بس انا قيل للشغل اللي يخصها مش اكتر فقد الوقتي هو خلاص اتحول هنقوم بقى ضغطين على كلمة داونلود فايل هنستنى ثواني تمام هيقوم ظهر لنا بالشكل ده لو تلاحظوا البحث بتاعنا بقى وكله تمام طيب نيجي بقى لاخر حاجة انا ستتكلم عنها واحنا بنتكلم عن محتوى البحث انا قلتلكم ان احنا لازم نكتب في محتوى البحث خمس صفحات طيب انت دي كام دول اربع صفحات يعني احنا للوقتي كتبنا على الورد اربع صفحات فقط فانت كل اللي مطلوب منك انك تكتب تكتب صفحات كتير يعني بالميت كده تكتب لك مثلا على الورد لان الورد على الموبايل اه ما اسف صفحة بتاعته ما بيكونش مظبوط زي الورد على الكمبيوتر جهما بيقلو نكتب البحث منه على الكمبيوتر طمام? فانتنت anlatك هتكتب ثمان صفحات عندك ماشي بصفحة عندي على الكمبيوتر الصفحة ونص amendments عندك او الصفحة عندك بصفحة عندي على الكمبيوتر فانت كل اللي مطلوب منك انك مثلا هتكتب ثمان صفحات عندك او عشر الصفحات على الورد على البحة علشان تعادل خمس صفحات على الكمبيوتر تمام؟ ممكن الرقم يكون بالنسبة لك كبير وتقول يا ريتني كان عندي كمبيوتر كنت خلصت او طب هو ينفع اروح لواحد بتاع السايبر او واحد بتاع مكتبة يعمله او كده او كده بص احنا بنقدم لك خدمة وهي كتابة الاوحاس على الورد ماشي? احنا كده الاول بس الشرح وخلص ماشي? الناس اللي فهمت وماشي وهتعرف تكتب حوار العشر صفحات ده تمام? الناس اللي شايفة مشكلة فحوار كتابة العشر صفحات وعايزة تكتب البحث تتعاها على الكمبيوتر علشان تضمن التنسيقات بتاعتها او مش هتعرف تتعامل مع الوردة حتى بعد الشرح ده فبص يا سيدي بس ان ايه البرنامج بيسجل عشان بيبقى يعملها كتير المهم انت كل اللي مطلوب منك انك هتكتب البحث بتاعك يا اما في اي برنامج نوت موجودة عندك على الموبايل عادي اي برنامج اي برنامج مذكرة موجودة عندك على الموبايل او انك يا سيدي هتقوم كاتب البحث بتاعك على ورق تمام؟ بالتنسيق بتاع نموذج البحث الخاص بالكلية بتاعتك انت بتدخل بتحمل النموذج بتاع الكلية بتاعتك وتشوف هم طلبين ايه؟ بتشوف البيانات اللي هم طلبينها على الورد وبتكتبها انت على ورق بتتعامل مع الورق كأنه تقسيمة النموذج البحث بتاعك وبعد كده بعد كده بتقوم بعد هنا على الرقم اللي هاسبه لكم تحت في الديسكريبشن او بس كل عليك انك تضغط على اللينك تمام بتاع الواطس هتلاقوني كتب لكم لينك الواطس انت كل عليك انك تضغط على لينك الواطس ده وهيقوم حاولك للشات مباشر خاص برقم الشغل بتاع الابحاث انت كل عليك انك هتكتب البحث بتاعك وهتصور هنا او زي ما قلت لك هتكتبه على برنامج نوت بنفس التقسيمة بتاع نموذج البحث وهتبعت هنا ماشي واحنا هنكتبهه لك على الورد وهنحوله لبيدي اف وهنرجع لك لو فيه اي اخطاء املاقية او فيه اي حاجة هنرجعها لك تمام وهنزبط لك الدنيا كلها كل الكلام ده مقابر رمزي فقط يعني بمقابر رمزي جدا ماشي وكده الفيديو يكون خلص اتمنى الفيديو يكون عجبك ويا ريت لو الفيديو عجبك ما انتساش تعمل لايك شير كومنت سبسكرايب وتفعل الجرس اكي انك عاملوا كل الاشعارات علشان يوصل علشان يوصل لك كل جديد اخر حاجة قبل ما اقولها اخر حاجة قبل ما اقفل اقصد ماشي انت كلها عليك بعد ما هيظهر لك الصفحة دي هتقوم ضغط هنا كده ماشي وتتأكد ان مش ظهر لك علامة سيف لو ظهرك علامة سيف اضغط عليها طيب كلمة سيف واقصد لو مش ظهر لك خلاص فانت كده في الامان هتعمل رجوع ماشي خلاص هو هنا هو موجود فهنقفل كده تمام وهنقفل بسم الله الرحمن الرحيم هنقفل بقى جوجل كروم خلاص مش عاوزينه وهنروح هنا على الملفات ماشي نشوف مع بعض ونروح على تمام ماشي وندور على البحث اهو لو ضغطنا كده تمام هنلاقي موجود طيب عموما يعني لو لو ظهرت لنا كلمة سيف هنا هنقوم بس او داونلود دي هنقوم بس ضغطين عليها ماشي علشان يتحمل معانا وكله يكون تمام وبس كده جماعة الخير كده نكون خلصنا خالص اشوفكم على خير في رعاية اللحظة ترجمة نانسي قنقر